ودلوقتي خلينا نتابع أبرز وأهم الأحداث اللي حتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي بخصوص الأخبار اللي حتحصل النهاردة فالنهاردة هيحتفل مجلس كنائس الشرق الأوسط باليوبيل الزهبي في تمام الساعة السادسة مساء على مسرح الأنبر ويس برئاسة قداسة البابا توادروس ثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية بحضور الدكتور ميشيل عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط والدكتور القس أندري زاكي رئيس الطائفة الإنجلية بمصر والأنبى إبراهيم إسحاق بطريارك الأقباط الكاثوليك والمطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية والبابا ثيودروس الثاني بطريارك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثثوكس ومن المقرر أن يشارك بالحضور قيادات مجلس كنائس مصر وعدد كبير من القيادات الدينية من مختلف الطوائف والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية بيخدها فريق بيرامتس ضد الجيش الرواندي في تمام الساعة السابعة مساء في إطار الدور التمهيد الثاني من دور أبطال إفريقيا أيضاً النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة قوية حيث يلتقي الزمالك مع البوليس الكيمي في تمام الساعة الثالثة عصراً على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والنهاردة كمان لعشاء الدور الإنجليزي موعدهم مع تمن مباريات قوية في إطار الجولة الرابعة من عمر المسابقة من أهمها مباراة ليفر بول مع نوتينجهام في تمام الساعة الخمسة مساء في نفس التوقيت مباراة منشستر سيتي مع برانفورد وفي العشرة ليلاً يلتقي تشيلسي مع برنموث والعشاء الكرة الأسبانية موعدهم مع أربع مباريات قوية في إطار الجولة الخمسة من عمر المسابقة هيلتقي ريال مايوركا مع فياريال في تمام الساعة الثالثة عصراً في الخمسة والربع هيلتقي إسبانيول مع ألافس وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء هيلتقي إشبلية مع خطافي في العشرة ليلاً هيلتقي ريال مدريد مع ريال سوسيداد